السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب الكرام ونحن في ختام حلقة هذا اليوم ونريد أن نتوجه إلى الله بالدعاء ما هي حاجات الكثير من الناس في هذه الظرفية الراهنة إن حاجة أغلبية الناس تتمثل في الرزق الناس يعانون من الحاجة ومن الفقر وهم في أمس الحاجة أن يفسح له الله من الله تعالى أبواب رزقه وخزائن عطائه وجوده وكرمه فتعالوا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى بمفاتيح الرزق وهي كثيرة جدا من بينها كما علمنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان نبيه وصفيه وكليمه سيدنا موسى عليه السلام ماذا كان يقول قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال العلماء أن هذا الدعاء فيه سر عجيب في تيسير الأمور وفي جلب الرزق الحلال المبارك كيف لا وهو دعاء سيدنا موسى عليه السلام حينما هرب من فرعون وجنوده وكان في قمة الجوع وقمة الخوف يبحث عن مأوى يبحث عن لقمة عيش يبحث عن من يؤنس وحشته فدعى بهذا الدعاء قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فرزقه الله تعالى في نفسه اليوم زوجة صالحة بنت شعيب ورزقه الله تعالى مأوى ورزقه الله عمل ورزقه الله تعالى الكثير من الخيرات وشعيب الذي علمه مبادئ الدين حتى وصل إلى مرحلة اليقين ثم اصطفاه المولى وكلمه تكليما فهذا الدعاء مهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير كذلك دعاء كان يردده سيدنا المسيح عيسى بن مريم لما كان مع الحواريين من النصارى وقد أهلكهم الجوع والعطش وطلبوا من الله تعالى أن يكرمهم فكان يقول اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين فاستجاب الله تعالى للسيد المسيح عيسى بن مريم وانشقت السماء ونزلت مائدة عظيمة فيها سمك وخل وزيتون وتفاح وأشياء كثيرة فأكلوا وشربوا وتنعموا لما قالوا وارزقنا وأنت خير الرازقين نحن في خضم هذه الجائحة المسمات بالكورونا التي أثرت على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية والحركة السياحية وعلى قطاع التعليم وقطاع جميع قطاعات كلها تأثرت ونحتاج إلى الرزق والدولة قامت بمجهودات مشكورة ومبادرات عظيمة ولكن دائما يبقى جهد المقل الله تعالى هو الذي عنده خزائن ملأ لا تنفذ أبدا تعالوا بنا أيها الأحباب كل واحد منا يجمع الإيمان في قلبه ويدعو الله سبحانه تعالى بصدق ويقين وإن شاء الله سيستجيب المولى ويفتح لنا باب العطاء والرزق والكرم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار سبحان الله سبحان الله سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا رحمان الدنيا والآخرة تعطي من تشاء منها وتمنع منها من تشاء اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إرحمنا جميعا رحمة واسعة تغنين بها عن رحمة من سواك يا الله يا الله يا الله إرحمنا جميعا رحمة تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غيات المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين يا غيات المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين يا غيات المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إننا أدنى دنوبا كثيرة وحق علينا العذاب وحق علينا المعاناة وإننا الآن يا رب العالمين نرفع أكفة ضراعة إليك ونتوب إليك توبة نصوحة ونلتمس منك يا مولانا أن ترفع عنا هذا العذاب ارفع عنا هذه الشدائد ارفع عنا هذه الكروب ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا الغلاء وارفع عنا هذا الشقاء يا الله يا الله يا مقيل العثارات يا قاضي الحاجات اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبالنا ربنا ضلبنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ضلبنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم إليك توبنا اللهم إليك توبنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا واسع المغفرة يا باصط اليدين بالرحمة يا باصط اليدين بالعطايا يا الله يا الله يا سميع كل نجوة يا منتهى كل شكوة يا كريم الصفحي يا عظيم المني يا مقيل العثارات يا مبتدئا من نعم قبل استحقاقها اغفر لنا وارضى عنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارضى عنا وتب علينا اللهم لا تحربنا من النظر إلى وجهك الكريم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب خطونا إليه بأرشلنا ونستغفرك بكل ذنب مددنا إليه أيدينا ونستغفرك من كل ذنب تأملناه بأبصارنا ونستغفرك من كل ذنب أصغينا إليه بآذاننا ونستغفرك من كل ذنب نطقنا به بألسنتنا ونستغفرك من كل ذنب فعلناه عمدا أو خطأا أو نسيانا اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار وتركناها خطأا أو عمدا أو نسيانا أو جهلا نستغفرك يا رب العالمين من كل سنة من سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد محمد صلى الله عليه وسلم تركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب إننا نعزم على أن نصلي لك في كل صلاة في وقتها مع الجماعة ونخشع في صلتنا وفي قراءتنا وفي ركوعنا وسجودنا اللهم يا رب تقبل منا يا كريم نسألك اللهم في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها دنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتدهم بها شرنا وتكشف بها خمنا وغمنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ذينا وتجنو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتميض بها وجوهنا وترحم بها أبواتنا اللهم ارحم جميع أبواتنا واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في جنات الفرنوس نستغفرك لأنفسنا ولأبواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين سبحانك يا مقين العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وفرج كربنا وارزق عبادك الفقراء ارزقنا جميعا من حيث لا نحتسم يا من قلت وقولك الحق إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ارزق عبادك الفقراء والمحتاجين رزقا واسعا اللهم يا مصط اليدين من العطايا سخر لنا رزقنا واعصمنا من الحرص والتعم في طلبه الله محفظنا من شغل الهم يا رب العالمين نعود بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا حلالا من غير كد اللهم ارزقنا رزقا حلالا من غير كد واستجب دعاءنا من غير رد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بحق قولك اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغننا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا الملاء ارفعنا الأمراض والأسقام والشقاء اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رب نستفتح من خزائنك ومن لطفك ومن جودك وكرمك اللهم جد علينا من فضلك اللهم تب علينا أجمعين تب علينا يا سيدنا يا مولانا تومة النصوحة نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ونتبرأ من حولنا وقوتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم جد علينا من فضلك وتكرم علينا من رحمتك يا حنان يا مناد يا رب العالمين اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت عنا راضي يا الله يا الله يا من أظهر الجميل ويا من ستر القبيح أستر عنا اللهم أستر عنا اللهم أستر عنا فوق الأرض واستر عنا تحت الأرض واستر عنا يوم العرض يا الله يا من لا يواخد بالجريدة ويا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التزاوج يا واسع المغفرة اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا ربي كريم يا ربي ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا رحمن إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم نعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبة وإلى كل خير سبيلة اللهم لا هادية لمن أضللت ولا معطية لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باصط لما قبت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخرا لما قدمت يا الله يا الله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الداكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا